مسألة الحقيقة المسئولية المسئولية طبعا بالتأكيد تقع على الحكومة وجود خطأ أو غيره ده برضو في النهاية أيا كان هذا الخطأ حتى لو كان يعني خطأ صعب أو خطأ إنما المسألة هي إنه اللي أنا ما قدرش أتصوره يكون فيه قطار متوقف وقطار سريع ويدخل في القطار المتوقف يعني أنا بأي صيغة من الصيغة أنا منتكلم على تحديث إشارات بيننا كتير قوي لأي صيغة من الصيغة أنا لو بديله رنة يعني لو القطر اللي وقف ده ده القطر اللي جاي يعني بالموبايل أقف مفروض يعني يعني لو فيه شاشة كمبيوتر عند القطار اللي هو ماشي أكيد عارف السكة فيها إيه لغاية مدى كبير دي أمور يعني بسيطة في القطارات وفي الوسائل المواصلات ووسائل النقل إنه يبقى يعني فيه تحديث بيانات موجود على مدار الثانية وانت ماشي في الطريق كده بيتقال فيه إيه في المنطقة الفلامية أنا أمبرح قريت تصريح إنه الرجل اللي كان سائل القطر السريع ده قيل إنه هو تم تحذيره ده هو بيقول يعني فيه تصريح قريته إنه هو بيتكلم قريته يعني في مواقعنا المصري بيقول إنه هو ما يعرفش إيه اللي حصل ده هو فجأة لأنافسه في القطر التاني يعني طب إزاي تم تحذيره يعني وكيف تم تحذيره وهو هل مطلوب تحذيره ولا يبقى فيه بيانات بتروح له بشكل بشكل يكون البيانات فيه شاشة قدامه شاشة قدامه بتقوله السكة الحديدة عاملة إزاي لما قطر يقف يظهر قدامه إنه فيه قطر وقف على طول في نفس اللحظة يا رجل انت بتعمل أبليكيشن كده وتيجي تطلب سيارة تلاقي حواليك عشرين سيارة بتقول أنا ما عايز السيارة دي لأنها الأقرب والله يا أستاذ علي ده مش مسألة صعبة يعني هي بتكون حوادث محزنة جدا طبعا يعني هي الوفاء واحدة لكن طريقة الوفاء هي اللي بتكون فرقة وبتوجع في قلوب الناس كلها إن شاء الله رب كده يكون ده نهاية المطاف ما لاقيش أي حوادث بالشكل ده فيما بعد